أهلا بكم معنا وشاهدينا مرة تانية ونروح بقى لأستاذ إبراهيم خطاب أخصائي نفسي واستشاري أسري وإلي هنتكلم معنا حلوة البدايات وجمالها يعني الحاجات الحلوة دي بتروح فين وليه دايماً البدايات بتبقى أروع ما في العلاق وممكن نبقى سايبين العلاق سنة اتنين تلاتة وطول الوقت مركزين في الحلوة البدايات خلاص نسيها مشي لا أنا شايفها البدايات إزايك يا أستاذ إبراهيم أهلا نسي يعني حقيقة أنا مش هيديت كلامي تاني بس يعني البدايات البدايات طول الوقت بيبقى فيه اهتمام في حب في وعود ولا الوعود في البدايات مهما حصل طب أنت أهلك أصار عليك استحالة أنا حدش يقدر ده أنا سيبك ده أنا لو مين وقف قدامي عمري ما سيبك أبدا طب شغلك لا ده أنا لو العلم كله هسيبه عشان خطرك حب حب غيرة 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 جمال كلام مقطع شرايين وعليها 24 ساعة طب وبعت شوية البدايات دي بتروح فين ولا إحنا اللي عايزين نعيش الحالة دي طيب الأول هي البدايات موجودة طول الوقت ودايما أي علاقة في الدنيا وهي بتبتدي دايما بيبقى فيها نوع من الحماس ونوع من التشويق كده ونوع من الاستكشاف فأنا طول الوقت ببقى عايزة استكشف الطرف الثاني عايزة عرفه من أول وجديد طب يبقى فيها نوع من عارفة كل واحد بيحاول يظهر بشكل أفضل كل واحد بيحاول يدي أكتر علشان يجذب أو يعجب أو يبهر الطرف الثاني أحسن حاجة عنده يعني بيلبس اللي بيقوله على الحبل وكمان بيقول الأفلام كلها أفلام السينما لا لا ده يدخل منافسة في الكلام وممكن أصلا هو طبعا ما بيتكلمش يعني يجي بعد كده بعد شوية بقى إيه إيه هو أنت بقيتش تتكلم ليه قالوا لا أنا أصلا ما بحبش أتكلم طب ما أنت الأول كنت بتتكلم خمس ست سبع ساعات في اليوم وقبل ما بتطلع البيت وقبل ما بتنام وقبل ما بتصحى يعني إيه في إيه ده عشان إحنا بنبقى عايزين نهرف بعض عمد أنا فضول إن أستكشف الطرف الثاني عامل إزاي أستكشف أفكاره ومشاعره عايز أخليه حبني عايز أعجبه بأكتر طريقة أو بأحسن شكل ممكن دايما في البدايات إحنا بنقول إنه الحلاوة والجمال مهمين جدا ودي حالة هنعيشها كلنا ولكن ما ينفعش نعتمد العلاقة كلها علاقة جواز مثلا إحنا بنتكلم في عشرين سنة جواز ما ينفعش أعتمد الجواز كله على البداية لأنه مش دايما البدايات زي ما الحياة الحقيقية هتكون موجودة البدايات أحيانا كتير جدا جدا إحنا حتى مع التغيرات والسوشيل ميديا وكل التغيرات اللي حصلت إحنا بنحاول طول الوقت إن إحنا نعجب الطرف الثاني إحنا بنحاول نبهره زي ما قلنا كده إنه طول الوقت أخليه شايفني أفضل شخص إنه يختارني بكل جوارحه مش بس بعقله أو بقلبه فأنا ببزل أقصى طاقة وأعلى مجهود علشان الطرف الثاني يشوفني الشخص الكامل والمثالي طيب هل ده إحنا بنبقى قصدين ولا لا؟ لأن هل أنا بقى قصد أكون مبهر في البداية ولا لا؟ أنا بحس إن لا بيبقى غير مقصود خالص غير مقصود تماما إحنا ما بيكونش عندنا وعي أو إرادة أو رغبة فإن إحنا نكون مبهرين في البداية ولكن دايما إحنا عشان نعجب الطرف الثاني فإحنا بنحاول نظهر أفضل ما فينا